عام تلو عام وما تزال معاناتهم تراوح مكانها تتظافر العديد من العوامل لتزيد من قسوة ظروفهم وضراوتها وهو الشتاء يأخذ نصيبه السنوية منهم وهم يقفون على بوابة أمل بعودة لا يريد الممسكون بتلابيب وطنهم المسلوب أن يسمحوا بفتحها الفساد الذي تعاني منه كل مفاصل الدولة أدى إلى إبعاد العديد من المنظمات التي كانت تدعم النازحين في محاولة للتغطية على حجم الإهمال والتقصير الحكومي فقد أدت الإجراءات البيروقراطية الجديدة إلى تعطيل وصول المساعدات منذ عدة أشهر ولم تقم منظمات الإغاثة الدولية بإيصال الغذاء والإمدادات الطبية إلى المخيمات ثم تأتي الإجراءات الأمنية لتحكم الخناق عليهم وتكمل دورها في رسم حياة الشقاء التي يعيشونها فلا هم عائدون إلى ديارهم ولا هم يحظون بالحد الأدنى من وسائل العيش لم يقف الأمر عند ضياع الماضي وبؤس الحاضر بل تعداه إلى مستقبل بات مجهولا فقد كشف تقرير جديد للأمم المتحدة أن الأطفال النازحين في العراق ما زالوا غير قادرين على تلقي التعليم أو الحصول على الوثائق المدنية اللازمة للالتحاق بالمدارس لقد مر وقت طويل منذ أن كنا في المدرسة عقولنا صارت مغلقة أمام التعلم وبعضنا لم يعد يعرف حتى القراءة والكتابة لماذا أحتاج إلى تعليم في هذه الحياة تساؤلات بثها أطفال النازحون في نينوى وآهات تعبر عن نظرة قاتمة لمستقبل صار على كف عفريت التقرير الذي أصدرته البعثة الأممية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان أشار إلى تحديين رئيسين فيما يتعلق بتعليم الأطفال النازحين أولهما إنعدام البرامج المناسبة لإعادة دمج الطلاب في نظام التعليم لا سيما أولئك الذين توقفوا عن التعلم منذ فترة طويلة والأمر الثاني يتمثل بمحدودية الوصول إلى الوثائق المدنية ليمثل هؤلاء الأطفال صورة معبرة عن واقع بلادهم التي ترزح تحت سطوة الفاسدين واقع ينظر بقادم أكثر إلى من وأشد خطورة